مساء الخير على حضراتكم جميعاً وأهلاً بكم في اللقاء بيتجدد واسبوعياً مع فريق الاحتياجات التدريبية للقرن الحادي والعشرين في عصر الرقمنة هيكون معاكم النهاردة منصقاً لمحضرة اليوم سوزان محجوب وفي البداية تحياتي لأستاذي دكتور فوزي الحلواتي قائد ومؤسس الفريق تحياتي أيضاً لزملائي في فريق الاحتياجات التدريبية للقرن الحادي والعشرين في عصر الرقمنة وسريعاً وزي ما تعودنا كل مرة بحب جداً أشارك مع حضراتكم علشان لو في أي وجود لأعضاء جدد معنا أحب أشارك مع حضراتكم رسالة ورؤية فريق الاحتياجات التدريبية للقرن الحادي والعشرين في عصر الرقمنة والحقيقة رؤية ورسالة الفريق بحب أختصرها لحضراتكم في هدف واحد وهو تزويد المعلم والمدرب والطالب بكل المهارات المعرفية والتكنولوجية الحديثة واللي بدورها تقدر تمكن المعلم والمدرب وكمان المتعلم لتقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز نشاط الفريق بدأ سنة عشرين عشرين والحقيقة إحنا الأسبوع ده بنحتفل بوصول عدد المتابعين لصفحة الفيسبوك ما شاء الله الخمستاشر ألف متابع ودي في حقيقة فرصة كويسة جدا جدا بوجود كمان أستاذ إلياس معنا ويش وحلو يعني على الصفحة النهاردة إن شاء الله هنستكمل المحاضرة التانية لأستاذ إلياس عبد النبي من دولة تونس أهلا بحضرتك يا فندب وأستاذ إلياس في سطور أستاذ إلياس عبد النبي هو لديه خبرة عشر سنوات في التعليم الأساسي في مراحل مختلفة ومواد مختلفة زي العلوم والرياضيات النهاردة إن شاء الله هتكون المحاضرة التانية لتقديم منصة كويسيز وغطينا مع أستاذ إلياس في المحاضرة الأولى بعد المحاور وهنغطي بعض المحاور الأخرى في المحاضرة دي المحاضرة الأولى تفضل الأستاذ إلياس بالتعريف بمنصة كويسيز برضو عرفنا خطوات إنشاء حساب على منصة كويسيز التعرف على الوجهة الرئيسية للمنصة إنشاء تمارين مختلفة من الصفر وباستعمال الذكاء الاصطناعي كيفية مشاركة التمارين مع المربين والتلاميذ وكيفية التحصل على شهادات من المنصة النهاردة إن شاء الله هيستكمل معنا أستاذ إلياس التحديثات الجديدة لمنصة كويسيز أهلا بيك يا فندم أرجو من حضرتكم إغلاق المايك شكرا أهلا بيك أستاذ إلياس مرحبا وأهلا وسهلا مرحبا بجميع الحضور أولا وكالعادة لم أنسى إخوتنا وأخواتنا في غزة فاللهم أنصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا مؤذرا عاجلا غير آجل إنك ولي ذلك القادر عليه إذن سأقوم بتغذية الراجعة في الورشة الفارطة قمنا بخطوات حساب على منصة كويسيز ثم استعرضنا الواجهة الرئيسية لهذه المنصة وقمنا بإنجاز نشاط تمرين متعدد الأنشطة انطلاقا من السفر وقمنا أيضا بمشاركته في هذه الحصة بإذن الله سنستكمل المراحل المتبقية ألا وهي إذن إنجاز تمارين وأنشطة عن طريق الذكاء الاصطناعي والتطرق إلى التحديثات الجديدة الخاصة بمنصة كويسيز إذن نطرق على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم إذن أولا سأمر على الترينر لأن هناك على برنامج تدريبي للترينر لأن هناك العديد لم يفهموا هذه النقطة بشكل جيد سأدخل على منصة الكويسيز أستاذ إلياز أستاذ إلياز حضرتك عامل شاري سكرين نعم الآن سأقوم بهذا الشيء لحظة فقط بسم الله إذن هل المشاركة واضحة؟ الشاري سكرين واضح اتفضل يا فندم إذن هل أعود من الأول؟ أو أو أواصل؟ سأواصل إذن سأريكم كيف يقوم الجميع بإنشاء برنامج المدرب الرفيع إذن برنامج المدرب الرفيع يمكننا من ترفيع حسابنا من الحساب القاعدة إلى حساب رفيع لمدة ثلاثة أشهر إن قمتم بتدريب خمسة متدربين وأكملوا الخطوات الثلاثة وهي استعراض الدرس وهو يتكون من 12 شريحة ثم إنجاز تمرين وأخيرا مشاركته مع التلاميذ وهنا يجب أن على الأقل أن ينجز المطلوب تلميذ واحد هذا بالنسبة لي إذن برنامج المدرب من أين أتحصل على رابط مشاركة برنامج المدرب؟ ما علي إلا أن أضغط على هذه الواجهة المكتوب فيها الإسم كما ترون هنا ولكن قبل ذلك يجب عليك أن تتحصل على أن ترفع حسابك انطلاقا من المشاركة في درس لمدرب سابق ننقر هنا إذن كما ترون هذا الرابط هو شخصي وهذه الشهائد لا نتحصل عليها بانطلاقا من الولوج إلى دروس إنما انطلاقا من هذا الرابط ننقر على الاسم ثم ننقر على برنامج المدرب الرفيع من خلال نقر على هذه الخانة عندما ننقر على المدرب الرفيع أولاً يعطيني إمكانية رؤية الدرس ثانياً يعطيني إمكانية مشاركة الرابط الذي سيشارك فيها المتدربون الآخرون من خلاله أنقر على هذه الأيقونة فتحصل طبعاً على رابط المشاركة يكفي أن أنقر إما على هذا الرابط وأعطيه لجميع المتدربين أو أن أشاركه على منصات التواصل الاجتماعي وكل من ينقر على هذا الرابط ويستكمل الخطوات الثلاثة هو يتمتع بشهر حساب رفيع مجاني وأنت إذا وصلت إلى خمسة متدربين تتمتع بثلاثة أشهر حساب رفيع مجانية إذا وصلت إلى عشرة متدربين تتحصل على ثلاثة أشهر أخرى مجانية وإذا وصلت إلى عشرة آخرين تتحصل على ستة أشهر يعني في المجمل على سنة من الحساب الرفيع أرجو أن تكون هذه العملية واضحة كما ترون عندما قمت بالولوج إلى برنامج المتدرب الرفيع ظهر لي كل المشاركين معي في هذا البرنامج هناك من هم في توري استكمال الخطوات مثل هؤلاء المذكورين هنا كما ترون مثلا في الورشة الفارتة هناك مثلا الأستاذة إنصاف لم تكم الخطوات الأستاذة عائشة أيضا الأستاذة فرداوس والمجموعة يعني من المتدربين الذين لم يكملوا البرنامج من أكمل البرنامج مذكورين هنا إذن وأمامهم بالأخضر إذن تمت عملية استكمال استكمال يعني خطوات البرنامج وكل هؤلاء يتحصلون على شهر مجاني حساب رفيع ويتحصلون أيضا على شهادة مسلمة من المدرب أنتم كما لاحظتم اسم المتدرب لا يظهر ظهرت يعني مربعات عوض اسم المتدرب لأن هذه المنصة لا تدعم اللغة العربية في إعداداتها وكما ترون سأذهب إلى حسابي حسابي مكتوب باللغة العربية اللي يسعب دمبي بالعربية ولو كان مكتوب باللغة الفرنسية أو الأنجليزية لظهر اسم المدرب من الأسفل ولكن نستطيع من خلال مثلا منصة كنفا استبدال الاسم المربعات باسم يعني بالأنجليزية لمشكلة الآن سأواصل سأواصل في مضمون هذه الورشة أولا سأنقر على هنا create يعني إنشاء وسأبدأ على بركة الله باستكمال ما لم نستكمله في الحصة الفارطة نستطيع من خلال هذه الأيقونة إما إنجاز دروس أو تمارين وأنشطة إما عن طريق الذكاء الاصطناعي أو عن طريق الجوجل فوروم سنستعمل الآن الجوجل فوروم في إنشاء تمرين لنستكمل جميع يعني الطرق الممكنة لإنشاء التمرين والدروس إذن سنضغط على هذه الأيقونة المكتوب عليها نموذج جوجل ننتظر قليلا ثم أضغط على العنوان على الإيميل الذي أستعمله ستظهر لي نموذج جوجل الذي قمت بإنجازها سأختار نموذجا من النموذج المنجزة التي قمت بإنجازها سابقا مثلا سأختار هذا النموذج أنقر عليه ثم أنقر عليه اغتيار سيلكت وأنتظر التحميل إذن قام بالتحميل إذن العنوان مباشرة يكتب بطريقة آلية وهو عنوان نموذج جوجل ما علي إلا الآن ما علي إلا استعمال هذا هذه المسابقة إما بمشاركتها بطريقة مباشرة أو عن طريقة الواجب المنزلي أنا سوف لن أركز كثيرا مع هذه الطريقة المهم استعرضناها الطريقة الموالية الآن وعيدوا نقر على Create يعني إنشاء استعرضنا الآن Google Forum والآن سننقر على Google Slide يعني مثل هذا مثل برنامج PowerPoint عند Microsoft سأنقر عليه وننظر ماذا يعطينا عندما ننقر على Google Slide يعطينا إمكانيات إنجاز درس درس الآن وليس نشاط إنما درس نتنبه جميعا عندما ننقر على Google Slide يعطينا إمكانيات إنجاز درس إما انتلاقا من التحميل عن طريق Google Drive أو عن طريق تحميل وثيقة بسيغة PDF سأنقر هنا مثلا على تحميل وثيقة بسيغة PDF وأذهب إلى مثلا هذه الوثيقة أنقر عليها وأنتظر يعطينا هنا إمكانيتين أما إن شاء يعني عرض عرض بشرائح سأضغط عليه هنا وأنتظر كالعادة نضغط على الإيميل الذي أستعمله وأنتظر 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 إذن التحميل ننتظر قليلا طبعا يتم التحميل على قدر يعني عدد الصفحات كلما كانت عدد الصفحات أكبر إلا ويأخذ وقت أكبر للتحميل الآن تم التحميل ننتظر قليلا كما ترون هنا هو بصدد التحميل إذن هنا كما ترون تم التحميل أضغط على مشاهدة view وننظر ماذا يحدث إذن هنا قمنا بتحميل درس بعنوان مكونات الهواء انتلاقا انتلاقا من نسخة PDF سأنقر عليه هذا هو درسنا هو درس متكون من ثمانية شراء درسنا متكون من ثمانية شراء إذا أردنا إذن مشاركته مع التلاميذ إذا أردنا مشاركته بطريقة مباشرة عرض يعني مباشر على الصبور عن طريق العارض أو غير ذلك أو إرساله للتلاميذ لكي يعني يتعرف على الدرس ويستوعب مفاهيمه إذن عن طريق أن نقر على إذن الـ Google سلايد نتمكن من إنجاز درس نتمكن من إنجاز درس وليس وليس نشاط متمثل في تمارين أو مسابقات نتمكن من إنشاء درس إذن إلى حد هنا هل الأمور واضحة لأستكمل الباقية إن كانت الأمور واضحة والجميع مستوعب لما ذكر إذن قموا بردة فاعل بأي ردة فاعل إذن أواصل أستاذ فوزي أستاذ فوزي هل أواصل سأواصل الآن الآن سأبدأ بإنشاء تمارين عن طريق الذكاء الإصطناعي أولا أضغط على create يعني إنشاء ثم أضغط على إنشاء تمارين من الأعلى إنشاء تمارين في الحصة الفاري أنجزنا تمارين انطلاقا من السفر ولكن في هذه الحصة سننجز تمارينا انطلاقا من الذكاء الإصطناعي هناك ثلاثة خيارات لإنجاز تمارين عن طريق الذكاء الإصطناعي الخيار الأول هو إنجاز تمارين انطلاقا من نص سأنقر عليه سأنقر على الخامة الأولى generate from text كما ترون هنا في الواجهة موجود فراغ يتم كتابة النصوص أو المفاهيم الأساسية سأكتب إذن مفاهيما أساسية حول المسابقة التي أريد إنجاز انطلاقا من الذكاء الإصطناعي مثلا سأكتب مجموعة أغذية النمو والبناء فصل إذن مجموعة أغذية الطاقة ثم فصل آخر وأكتب مجموعة أغذية الوقاية إذن هذه العنوين الرئيسية ضمنتها في خانة كتابة النص بعد ذلك ماذا سأفعل سأختار تبعا المستوى في الحركة الثانية مثلا أنا أدرس السنة السادسة أضع أضغط على السنة السادسة ثم من خلال هذه الخانة إذا تركتها هكذا automatic يعني بطريقة آلية سيختار هو عدد الأسئلة بطريقة آلية يعني إما خمسة أسئلة أو ثمانية أو عشر أو خمسة عشر سؤالا وعندما أختار أنا عدد الأسئلة هو ينضبط لهذا العدد ويقوم بإنجاز العدد المطلوب سأختار مثلا أنا عشرة أسئلة عشرة أسئلة ثم أضغط على خانة توليد الأسئلة انتلاقا من الذكاء الاصطناعي generate questions generate questions أضغط أنتظر قليلا هو بصدد يعني إنجاز المطلوب يعطيك هنا إذن فرعيات مثلا مفاهيم فرعية وأنت تختار هذه المفاهيم مثلا المجموعات تختار البروتينات والفيتامينات الكربوهايدرات والدهون الفيتامينات الضرورية الألياف الغذائية المعادن الضرورية إلى غير ذلك ما تريد إذن إضافته ما عليك إلا أن تختاره فلن هنا الكربوهايدرات والدهون البروتينات والفيتامينات تختار أنت الذي يتناسب مع درسك الأليف الغذائية والفيتامينات الضرورية ثم بعد إذن اختيار المواضيع الذي أريدها في هذه المسابقة ما علي إلا أن أضغط على توليد عندما أضغط على توليد هو إذن بصدد توليد هذه الأسئلة إذن ننتظر قليلا ليتم توليد الأسئلة العشرة كما ترون في أقل من نصف دقيقة تم توليد عشرة أسئلة هناك قاعدة عند استعمال الذكاء الاصطناعي وهي قاعدة الثمانون بالمئة عشرون بالمئة يعني عندما نستعمل الذكاء الاصطناعي العمل المنجز بنسبة ثمانون بالمئة ولكن بقي التدخل الإنساني الذي يتمثل في النسبة المتبقية ألا وهي عشرين بالمئة يعني هنا يجب علينا أن ننظر هل هذه المحتويات علمياً جيدة هل هي متوافقة مع البرامج المخصصة لكل فصل ولكل مادة بالنسبة لكل دولة إلى غير ذلك يعني النفس الإنساني لازم عند استعمال الذكاء الاصطناعي لا يجب علينا أن نكتفي بالأسئلة المولدة عن طريق الذكاء الاصطناعي فقط بل يجب علينا أن نراجعها ومن منكم يعني تقدم إلى شهادة الماجيك سكول منصة الماجيك سكول مذكورة هذه القاعدة قاعدة الثمانون في المئة والعشرون في المئة هنا أمر مروراً سريعاً على الأسئلة إن كانت الأسئلة جيدة أمر يعني على السؤال ولا أغير فيه إن أردت مثلاً تغيير السؤال ماذا يجب علي أن أفعل؟ ما علي إلا أن أنقر على خانة أغير هذه يعني أغير سأنقر عليها انظروا هنا هنا فيتامينات باللغة الأنجليزية والتعليمة باللغة العربية ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نستطيع تغيير إما هنا مباشرة أكتب باللغة العربية وأغير أسماء الفيتامينات أو ماذا أفعل؟ أنقر على تسجيل وأعود إلى هنا هنا الخانة الأولى الخانة الأولى سأنقر عليها هذه خانة الأدوات أدوات الذكاء الاصطناعي عندما أنقر عليها هنا موجود العديد من الخيارات بالنسبة لكل سؤال هنا استعمال الذكاء الاصطناعي بالنسبة لكل سؤال هنا خيار تحويل الأسئلة مثلا إلى فراغات ملء فراغات إلى غير ذلك وكما نرى هناك خيار للترجمة هناك خيار للترجمة سأضغط عليه ثم أضغط هنا أريد أنا يعني ترجمة الخيارات خيارات السؤال باللغة العربية لا أجد اللغة العربية هنا إذن أنقر على لا يوجد لغة في آخر القائمة المنسدلة عندما أنقر إليها إذن نجد هذه هي الواجهة مثلاً نكتب آرابيك ونجرب ونضغط على أبلي الآن هو بصدد محاولة محاولة الترجمة إذن لم يستطع ترجمة هذا هذه الخيارات لم يستطع ترجمة هذه الخيارات لا مشكلة إذن ما علينا إلا استبدالها إذن وكتابتها باللغة العربية هذا إذن بالنسبة لإنجازي تماريناً عن طريق كتابة نص الطريقة الثانية الآن الطريقة الثانية بعد الإنجاز بعد توليد المسابقة ولا توليد التمارين أضغط على publish لهنا مشاركة أضغط على مشاركة لأتمكن من مشاركة هذا التمارين أو هذه المسابقة مع تلاميذي سأضغط عليها إذن سأمر إلى الطريقة الثانية كما ترون هنا العنوان يعني العنوان يختاره الذكاء الاصطناعي أريد إن أردت أنا تغييره ما علي إلا أن أنقر أيضاً على هذا القلم وأغير ما يجب تغييره وأغير ما يجب تغييره هذه بالنسبة للطريقة الأولى الطريقة الثانية الآن أنقروا كالعادة على إنشاء تمرين عن طريق الذكاء الاصطناعي نحن الآن أنجزنا بالطريقة الأولى سننجزه الآن بالطريقة الثانية ننقر على إنجاز تمرين انطلاقاً من وثائق يعني الخيار الثاني وتجدون هنا إذن تحميل تحميل وثيقة من هنا التحميل يكون إما عن طريق الجوجل درايف وأنواع الصياغ التي نستطيع إنجاز أسئلة عن طريقها باستعمال الذكاء الاصطناعي هي إما تكون نسخة بصيغة وثيقة بصيغة PDF أو وثيقة بصيغة يعني Word أو وثيقة بصيغة PowerPoint سأستعمل مثلاً سأقوم بتحميل وثيقة بصيغة PDF انطلاقاً من حسوبي هنا سأضع إذن سأنقر على هذه الوثيقة إذن هي وثيقة تمثل درساً في التاريخ ندرسه للسنوات السادسة في الثلاثي الثاني هي أنقروا عليه مرتين وأنتظروا تحميله هو الآن في الصدد بصدد التحميل نتابع جميعاً من فضلكم إذن هل الأمور جيدة إلى حد الآن من يجيبوني؟ أريد تفاعلات كثيرة لأمر لأمر إلى بقية الورشة حسنتم شكراً لكم أريد الكثير من التفاعلات إذن هل الصوت مسموع وجيد؟ هل الصوت مسموع وجيد؟ الصوت حضرتك واضح يا أستاذ إلياس الحمد لله إذن أواص الآن كما ترون تم تحميل وثيقة البيدياف عن حركة الشباب التونسي ماذا سأفعل الآن؟ هنا هنا موجود خيار غير مفاعل عندما أفعل هذا الخيار التلاميذ أو من أشاركهم المسابقة سوف يرون الوثيقة التي ضمنتها يعني سيجدون أمامهم الوثيقة يقرؤون الوثيقة ثم بعد ذلك يجيبون على الأسئلة أستاذ إلياس صوت حضرتك مش واضح دلوقتي لو حضرتك سمعني الصوت انقطع دلوقتي أستاذ إلياس أستاذ إلياس إذا حضرتك سمعني والصوت مش موجود دلوقتي للأسف أستاذ فاوزي أستاذ فاوزي أستاذ فاوزي اشتركوا في القناة طيب سؤالي لحضرتكم دلوقتي هل صوتي أنا مسموعة إذا صوتي مسموعة ممكن ممكن نعمل أو نعمل أي تمام أعتذر قطعت الانترنت والآن عادت أعتذره لا الحمد لله خير مش وقت طويل اتفضل أستاذ إلياس استكمل سأعيد البرتاج المشاركة مرة أخرى ونواصل ونستكمل الورشة أعتذرك أعتذره سأواصل إذن إحنا سمعين حضرتك بوضوحة صد لأستاذ إلياس الآن سأعيد للخطوة لأن الانترنت انقطعت للأسف إذن سأعيد خطوة إنجاز إنجاز إذن تمرين انتلاقاً من من وثيقة سأنقر سأعود من الأول لتتم العملية بوضوح أنقر على إنشاء ثم أضغط على إنشاء التمرين بالذكاء الاستناعي أضغط على الخيار الثاني إنشاء تمرين انتلاقاً من وثيقة إذن الوثيقة التي سأستعملها من حسوبي سأحملها من حسوبي هي وثيقة خاصة بالتاريخ هي بسدد التحميل الآن ننتظر قليلاً أعيد مرة أخرى السياغ الذي أستطيع تحميلها من خلال الذكاء الاستناعي وتوليد أسئلة منها هي PDF و Word و Powerpoint إذن أشغل بعد أن نقر على خانة النظر إلى الدرس بالنسبة للتلاميذ أضغط على generate questions with PDF يعني تحميل هنا يعطيني خيارات ما هي الأسئلة التي أريد أن أنجزها هناك ثلاثة أنواع من الأسئلة إذن سأختار أنا مثلاً السؤال هذه الأسئلة وأنقر على generate يعني هنا ينجز الأسئلة بطريقة آلية ننتظر قليلاً إذن تم توليد الأسئلة انطلاقاً من PDF نحن اخترنا إذن خمسة أسئلة هذه أسئلة يعني فهم كما تروا كل الأسئلة موجودة انطلاقاً من الوثيقة انطلاقاً من الوثيقة أريد الآن أن أضمن صورة اختبار بعنوان حركة الشباب التونسي في القرن العشرين أدعو هذا العنوان لذير في ذلك وما علي إلا أن إذن أختاروا صورة مناسبة لهذه الموسيقى أنقروا من خلال هذه الخانة add cover image ومثلاً من البحث من خانة البحث لا أجد هنا أي صورة ماذا أفعل؟ سأبحث عن الصورة موجودة على محرك البحث فاركة فاركة الشباب الشباب التونسي مثلاً سنة سادسة وصور أنقروا مثلاً على هذه الصورة وأبحث عن رابطها إذن سأسجل رابطها بالنسخ ثم أواصل تمرين سأضع إذن رابط رابط الصورة هنا عندما أضغط على paste link يعني تنفتح خانة فارغة ألسق فيها الرابط رابط الصورة ثم أنقروا على السهم أنتظروا قليلاً تتحمل الصورة أستطيع تكبيرها ثلان من هنا أستطيع التكبير أو التصغير ثم أنقروا على تسجيل ولا حفظ إذن حفظ إذن أصبحت أصبحت لمسابقة سورة تمثل المسابقة أنقروا على save يعني حفظ مرة أخرى أبدلوا اللغة مثلاً اللغة العربية وأنقروا على حفظ هكذا تصبح المسابقة ثم أقوم بمشاركتها publish أنقروا على publish طبعاً طبعاً عندما أنقروا على publish تعطيني الإمكانية لمشاركتها أما بطريقة مباشرة أو عن طريقة الواجب المنزلي مع إمكانيات أخرى سنتطرق إليها لاحقاً هذه الطريقة الثانية هذه الطريقة الثانية يعني لإنجاز مسابقة عن طريقة الذكاء الاصطناعي طبقة طريقة أخيرة أنقروا على خانة create ثم كالعادة أنقروا على الخانة الأولى وأستعمل طريقة إنجاز توليد الأسئلة عن طريقي رابط رابط سواء كانت رابط فيديو يوتيوب أو ويكيبيديا إلى غير ذلك أنقروا علي وتنظرون أمامكم هناك خانة لتضمين الرابط سأبحث إذن على رابط انطلاقاً من اليوتيوب سأكتب مثلاً في اليوتيوب أضغط على اليوتيوب في البحث أكتب مثلاً الأمراض الناتجة عن سوء التغذية للسنة السادسة ودرس إيقاظ علمي ندرسه في الثلاث الثاني وأنظر إذن سأختار هذا هذا الفيديو سأنسخ رابطه انطلاقاً من هناك كوبياً أو أضغط هنا وأقوم بعملية النسخ سابق لاحق إذن أضع الرابط هنا كما ترون قبل الرابط الآن ماذا سأفعل إن ضغطت على هذا الخيار سيشاهد التلاميذ الفيديو ثم ينجزون المسابقة يعني التمرين والأنشطة سأنقر عليه أختار مثلاً هنا ثمانية أسئلة أختار ثمانية أسئلة وأضغط على التوليد من خلال هذه الخانة يعني توليد أسئلة انطلاقاً من الفيديو هناك مشكلة في هذا الفيديو سأحاول اختيار فيديو آخر من قناتي على اليوتيوب أختار فيديو انطلاقاً من قناتي على اليوتيوب إذن هذه قناتي سأختار مثلاً هذا الفيديو خاص بالمجموعات الغذائية أنصخ إلى مصدرين ثم أضع الرابط بسم الله وأختار مثلاً ثمانية أسئلة وأنقروا على generate questions إذن تفعلت العملية الحمد لله هو الآن بصدد إنجاز الأسئلة كما ترون الفيديو باللغة العربية إذن تولدت تولد أسئلة هذا الفيديو نستطيع من هنا تغيير كما ترون العنوان الفيديو عنوان المسابقة ومن خلال نقر على هذه الخانة نضيف صورة خاصة من هنا سأضع صورة خاصة بي سأضع هذه الصورة و أنقر على حفظ أنتظر قليلاً ليتم تحميل صورة المسابقة انترنت ضعيفة قليلاً أنقروا الآن على أبدلوا اللغة إلى العربية ثم أنقروا على حفظ وهكذا قمنا بإنجاز تمرين إذن اختبار جديد إذن استعملنا الذكاء الاصطناعي في إنجاز اختبار عن طريق كتابة نص أو كتابة الكلمات الهامة والمفتاحية ثانياً عن طريق وثيقة والوثائق تمثلوا إما في وثيقة PDF أو Word أو PowerPoint الآن سنواصل عملنا سنتعرف على الإمكانيات الأخرى لأدوات الذكاء الاصطناعي سأعود إلى الواجهة الرئيسية الرجاء أن نركز قليلاً في هذه النقطة أنقر على مكتبتي لأرى النشاطات التي قمت بإنجازها كما ترون أكثر من 47 نشاط دروس وتمارين سأختار إذن نشاطاً معيناً هذا النشاط مثلاً اختبار المجموعات الغذائية سأنقر عليه سأنقر على هذا الاختبار سأعود إلى نشاط آخر أريد جزئية معينة أن تنظر إليه إذن إذن اختبر معلوماتك متعلقة بالوسطة البيئة والسلاسل الغذائية ننظر إلى هنا جميعاً بالنسبة للتحديثات الجديدة الخاصة بمنصة الكويزيز أولاً هي استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على توليد الأسئلة فقط بل هناك ميزات أخرى وأدوات أخرى عندما أنقر على هذه الخانة اللي هي خانة تحسين الأسئلة خانة تحسين الأسئلة سأحاول ترجمتها باللغة العربية عندما ننقر هنا ترجمة ركيكة مسابقة الشحن الزائد مع إصلاح الإخطاء والترجمة وإضافة السرد وإدارة المواضيع والمزيد يعني عندما نلخص هذه الأدات تمكننا من تحسين الأسئلة ماذا يعني تحسين الأسئلة وإضافة السرد وإلى غير ذلك سننقر على هذه الخانة عندما ننقر عليها نجد العديد من الخيارات مثلا عندما ننقر على هذه الخانة نستطيع إضافة أسئلة مشابهة للأسئلة التي قمنا بإنجازها في السؤال المسابقة هذا الخيار يمكننا من عملية إسلاح الأخطاء النحوية وهذا الخيار يمكننا من عملية ترجمة كامل المسابقة إلى لغة نختارها سأختار أنا هنا خيارات أخرى مثلا تبسيط الأسئلة ما معنى تبسيط الأسئلة بطبيعة الحال كل سؤال مثلا من متعدد الإختيارات نستطيع وضع أربع خيارات هناك بعض التلاميذ يستصعبون الأربع خيارات مثلا من ذوي الصعوبات ماذا نفعل لهم نقلس هذه الخيارات إلى مثلا خيارين كما ترون إذن باستعمال هذه الأدات نتعامل مع مجموعة من التلاميذ من ذوي الصعوبات سأنقر عليها الآن simplify questions يعني تبسيط الأسئلة وننظر ماذا سيحدث للاختبار برمته ننتظر قليلا هو بصدد إنجاز المطلوب لا أدري الظاهر أنها سأعيد الكرة مرة أخرى simplify question أو reduce option نفس يعني العملية سأحاول انطلاقا من هذه الخان وأنظر إذن كما ترون ثلاثة خيارات تصبح خيارين فقط يعني باستعمال هذه الأدات نسهل نسهل الاختبار ليصبح متوائم من مع الذين يعانون من صعوبات معينة مثلا أو لينجزه التلاميذ التي تكون إمكانياتهم محدودة قليلة ماذا أفعل عندما نقرت على هذه الخيارات هنا هناك خيارين أحفظ التغييرات عند النقر على الخيار الأول يحفظ الاختبار ب خيارين فقط عندما اختار النقر على الخيار الثاني يقوم هو بالقيام بنسخة ثانية للاختبار ثم تكون هذه النسخة الثانية خيارات أسئلتها لكل سؤال خيارين فقط أنا سأضغط على الخيار الثاني هنا أنتظر قليلا إذن بهذه طريقة أتحصل على اختبار جديد كنسخة للاختبار الأول ولكن كل أسئلته فيها خيارين فقط لنساعد تلاميذنا من ذوي الصعوبات أتوقع أن تكون هذه الميزة جيدة جدا إذن كما ترون أصبح بعد أن كان لكل سؤال أربع خيارات أصبح لكل سؤال خيارين فقط إذن هذا بالنسبة للأدات الأولى سنحاول الآن اختيار مثلا من خانة الاستكشاف اختبارا باللغة الأنجليزية مثلا اختبارا باللغة الأنجليزية مثلا اختبار علوم باللغة الأنجليزية digestive system يعني الجهاز الهضمي يخص الجهاز الهضمي إذن كما ترون هذا الاختبار باللغة الأنجليزية أعود إلي أنقر مرة أخرى هنا سأقوم بي سأنقر على أدوات الذكاء الاستناعي لأترجم أحاول ترجمة هذا الاختبار أو هذا السؤال إلى اللغة العربية إذن أولا سأنقر هنا على على ترجمة ثم أنقر على هذه الخانة وأبحث على العربية هذه اللغة العربية أضغط عليه ثم أنقر على المطلوب هنا إنجاز إذن ترجمة السؤال أنقر وأنتظر إذن كما ترون تم ترجمة السؤال إلى المسابقة كاملة إلى اللغة العربية كما ترون ما هو الجهاز الهضمي كانت باللغة الأنجليزية فانتلاقا من استعمال أدوات الترجمة أصبح باللغة العربية إذا أردت أن أستعامله أضغط على حفظ التغييرات إذن عندما نقرنا على حفظ التغييرات لم يتفعل الحفظ ولكن أنتم فهمتم الطريق يظهر أن الانترنت ضعيف قليلا إذن أعيد مرة أخرى بما أن العربية غير موجودة من الأول ماذا سأفعل سأنقر لا يوجد العربية لا توجد في هذه القائمة المنسادلة بعد ذلك يعطونا كامل اللغات المعتمدة في منصة الكويزيز اختاروا اللغة المناسبة العربية ثم أضغط على ترجمة المسابقة من هنا فيتم ترجمتها قمنا بإنجاز ذلك مرتين لنتمكن منه وسأعيد مرة أخرى سأحاول هنا حفظ التغييرات بإنجاز لنجح العملية التحديثات التحديثات الأخرى بخلاف الذكاء الاصطناعي وأدواته إذن هناك ما ترون عندما قمت بترجمته ذهب مباشرة إلى مكتبة الخاصة هناك مسابقتين نفس المسابقتين سأحذف مسابقة منه إذن عن طريقي الحظ من هنا delete بعد ذلك سأنتقل إلى تحديث جديد ثلاث هنا عن اختبار المجموعات الغذائية التحديث الجديد فيما يتمثل أولا نستطيع من خلال هذا الاختبار أن نجعله بشكل ورقين و يعني بشكل مطبوعة ونوزعه على تلاميذنا بنقر على الوركشيت هذه على خانة الوركشيت نضغط عليها وننظر إذن هنا نستطيع تحميل يعني واتباعة الأسئلة القسم موجود إلى غير ذلك هناك الاسم والقسم وتاريخ إنجاز الاختبار يعني باستعمال الكويزيز شعارنا استعم بالله ولا تعجز إذا كانت لدينا وسائل تكنولوجية نستعمل الوسائل التكنولوجية والهواتف الذكية والحواسيب إلى غير ذلك إن كان له نستطيع استعمال المطبوعات هذه أولا بس الآن ثانيا لأقوم الآن بمشاركة هذا الاختبار في المرة الفارتة في الورشة الفارتة شاركنا الاختبار مع التلاميذ فقط في هذه الورشة سأريكم كيف تشاركونا الاختبار مع المعلمين والأساتذة والمربين أنقروا على خانة مشاركة خانة مشاركة وأختاروا مشاركتها مشاركة هذا الاختبار مع مربي مثلا أو معلم أنقروا عليه ماذا يحدث هنا خيارات المشاركة إما عن طريق الرابط أو عن طريق الإيميل سأستعمل أنا الرابط عندما أنقروا على الرابط أنقروا على الرابط إذن من فضلك أستاذ فوزي فعل لنا التشات لي أرسل إليهم الرابط طيب حيلا يا أستاذ إلياس حيلا إذن الآن سأضع إليكم سأضمن الرابط في التشات هذا الرابط هذا الرابط هو رابط المشاركة كل من يضغط على هذا الرابط يستطيع مشاركة هذه المسابقة ما معنى مشاركة المسابقة يعني أن تصبح موجودة في مكتبته ويستعملها لي ك يعني مسابقة مباشرة أو واجب منزلي مع تلاميذه أرجو أن تكون واضحة هذه النقطة واصل الآن أستطيع أيضا مشاركة هذه المسابقة مع فريق انتلاقا من النقر على الخيار الثاني ما اسم الفريق هنا أكتب ما اسم الفريق إن لم يوجد يعني فريق أستطيع يعني إن إنشاءه مثلا نكتب فريق الاحتياجات الاحتياجات التدريبية وتاريخ اليوم أربعة عشر أربعة عشر جاء فيفري الفين وأربعة وعشر وأضغط على إنشاء هذه الطريقة الثانية إذن مشاركة مع فريق وفي الورشة الفارتة كنت قد أنجزت يعني أنشأت فريقا وأرسلت وتطرقنا إلى كيفية الانضمام إلى الفريق إما عن طريق العناوين البريد الإلكتروني أو عن طريق الرابط الرابط المشاركة الآن سأواصل إلى تحديث جديد وهذا التحديث سأستعمله مع نشاط قمت بإنجازه سابقا إذن نشاط قمت بإنجازه سابقا موجود على المكتب هذا النشاط سيمكنكم أولا من اختبار معلوماتكم على منصة الكويزيز ثانيا سيمكنكم من التعرف على التحديث الجديد في منصة الكويزيز ألا وهو يعني مسابقة المسابقة المباشرة الصعود نحو الكمة ولكن بميزات جديدة خاصة بمنصة الكويزيز حصريا وهي تشبه نوعا من منصة الكهوت والنيربود إلى غير ذلك سميتها أسرار الكويزيز إذن سنقوم الآن بإنجاز لعبة مباشرة مع بعض ولذلك سنضغط على هذا الخيار اللعب وسنختار إذن مسابقة مباشرة live quiz وننقر عليه إذن كما ترون عند النقر على live quiz أو مسابقة مباشرة هذه انتقلنا إلى هذه الواجهة في هذه الواجهة هناك إمكانيات يعني خيارات استعمال الطريقة الكلاسيكية للاختبار المباشر أو استعمال طريقة أخرى mystery peak سنستعمل هذه الطريقة نحن التي تشبه مسابقة السعود نحو القمة في مثلا منصة النيربود نضغط عليها هنا خيارات المسابقة كما ترون سنحاول وترجمتها باللغة العرامية إن أنكنا ذلك به هنا قم بإعداد الإختبار الخاص بك اخترنا نحن التحديث الجديد يعني المسابقة مسابقة mystery peak الإعدادات الآن تحديد وقت بدء النشاط عندما لا أريد تحديد وقت النشاط لا أفعل هذه الخانة عندما أريد تحديدها وما علي إلا أن أفعل الخانة وأختار التوقيت أنا لا أريد تفعيلها بما أنها مسابقة مباشرة المدة الإجمالية للاختبار 10 دقائق 15 دقيقة لا أريد أنا تحديدها إذا أردت تحديدها فلكم ذلك هدف الإتقان ما معنى هدف الإتقان يعني إذا أجاب المتسابق على 80% من الأسئلة يعتبر يعني محققا مطقنا لهذا لهذا لهذه المسابقة يعني أبسط الإيمان يعني متمكن من هذه المسابقة إذن سندعو إذن هدف الإتقان هو إنجاز 80% من أسئلة المسابقة صحيح لكي ننجز هذه المسابقة يجب علينا على الأقل إنجاز 10 نشاطات 10 نشاطات عن طريق الأسئلة متعددة الخيارات إن استعملتم أسئلة بطرق أخرى لن تتفعل هذه المسابقة لا تتفعل هذه المسابقة إلا عند إنجاز على الأقل 10 أسئلة متعددة الإختيارات في المسابقة الواحدة يعني 10 فما أكثر هذه للمعلومة هنا نستطيع إذن مشاركة إنجاز هذه المسابقة المباشرة عن طريق جوجل كلاسرو أو عن طريق منصة سايكولوجي أو عن طريق يعني قسم عن طريق قسم قمت بإنشائي سابقا مثلا أنا قمت بإنشائي قسمين سنة السادسة هنا تستطيعون أيضا إنجاز قسم مثل ما أريتكم سابقا وتشاركوها وتشاركوا هذا العمل مع القسم فقط أو نجعله يعني كل من يضغط على رابط المشاركة يستطيع المشاركة هنا هنا أيضا خيالات أخرى هنا تنظر النظر إذا فعلت إذا لم تفعلها لن تستطع النظر إلى الأسئلة هنا أضعها كما هي وأضغط هنا على خانة واصل لأفعل المسابقة المباشرة وهو كما قلت تحديد جديد لمنصة أضغط على إذن المواصلة إذن كما ترون لأشارككم الآن لأشارك تلاميذي هذه المسابقة هناك العديد من الخيارات أما أن أنقر على الرابط بالنقر من خلال هذه الدائرة أنقروا على الرابط هذه الإمكانية الأولى سأدرج هذا الرابط على التشاد وأرجو منكم جميعا المشاركة في هذه المسابقة انتلاقا من النقر على هذا الرابط إذن أرجو منكم جميعا النقر على هذا الرابط للمشاركة في المسابقة المباشرة وهي شيقة وتنافسية للغاية الإمكانية الثانية الآن عن طريق مشاركة يعني قسمك على جوجل كلاس روم إذن تذهبوا إذا كان لديك قسم على جوجل كلاس روم مثلا نحن في تونس عنا اسمه فضاء مدرسة يحتوي هذه الإمكانيات نستطيع من خلاله إرسال إنجاز المسابقة المباشرة مع تلاميذنا الموجودين على المنظوين في قسم جوجل كلاس روم أو عن طريق أيضا من نفس تسيكولوجي أو عن طريق إذن الكيير عن طريق صورة الكيير هذه نقوم ب مسحي هذه الصورة انتلاقا من الهاتف تقنية المسح بالهاتف الجوال وعند المسح يظهر لنا رابط عند النقر إليه نتوجه مباشرة إلى المسابقة هذه الطريقة الثانية الطريقة الثالثة ننقر على هذا العنوان إذن عند النقر على ذلك الرابط التحول مباشرة إلى إلى منصة الكويزيز منصة يعني الكويزيز المتمثلة في مشاركة التلاميذ ماذا أفعل بعد أن تتفاعل هذه المنصة ما علي إلا أن أنسخ كود المسابقة وأضعه هنا في الخانة المطلوبة مفهومة وأضغط على ستار طبعا الآن سأقوم بتفعيل المسابقة كما ترون هناك ثلاثون مشارك سأفعل الآن المشاركة بالنقر على بداية بالنقر على خانة البداية إذن سأنقر بسم الله من لم يتحق يستطيع أن يلتحق تفضلوا الآن كما ترون هي مسابقة شيقة للغاية ابدأوا الآن بإنجاز المطلوب كلما تنجزون يعني تنجزون سؤال تتحركون من محطة إلى أخرى تتحركون من محطة إلى أخرى حتى تصل إلى المطلوب وهو ثمانون في المئة ثمانون في المئة من الأسئلة الصحيح وتبعا هناك من يصل إلى القمة القمة هي إنجاز مئة في المئة من الأسئلة بطريقة صحيحة يعني إجابة إجابة على العشرة أسئلة كلها صحيح كما ترون ولكن احضروا من الزلازل احضروا من الزلازل في هذه المسابقة لأنه يتعلم من الزلازل من الزلازل من الزلازل من الزلازل جديدة وضعوها ومن الزلازل من الزلازل ستحرك إلي عصموا أستاذ إلياس أستاذ إلياس تستمعني ممكن أستأذن أستأذن خضراتكم تقفلوا المايك على كان فيه أنا قفلت الموسيقى على المنصة هناك من هناك من لديها مايك مفتوح نرجو إغلاقها أستأذن حضراتكم فقفل المايك اتفضل أستاذ إلياس أقفلوا المايكات أقفلوا المايكات من فضلكم إذن الآن المسابقة أم حماسية للغاية الأول الأستاذة أمل الثانية الأستاذة أولا الثالثة الأستاذة سارة لما تتفعل لم تتفعل بعض خاصية الزلزال من يفاعلها إذن أنتظركم هذه الواجهة هناك أربع واربعون سؤال يعني مجاب عنه ولم يصل أي أحد إلى المطلوب ألا وهو إنجاز ثمانون في المئة من الأسئلة الصحيح ولكن أنتم تقتربون من إنجاز المطلوب بسرعة بسرعة كلما كانت الإجابة صحيحة وبأسرع وقت كلما سجلتم نقاط أكثر وأنجزتم المطلوب في وقت أقل وبالتالي كنتم تتحصلون على المراتب الأولى في منصة التتويج إذن هنا أربعة أنجز المطلوب ألا وهو الإجابة على ثمانية أسئلة صحيح ننتظر البقية خمسة الآن مع ستين محاولة هنا عندما أنقر على خانة الإنهاء تنتهي المسابقة ويظهر وتظهر منصة التتويج ولكن أنا سأدعكم تكملون المسابقة إلى النهائة تفضلوا بسرعة 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 أسرع إذن كما ترون هي سباق هو سباق متكون من عدة محطات من عشرة محطات و سباق على يعني مسلكه على جبل ثلجي حذاري من آمنة البرودة الشديدة أنصحكم بارتداء المعاتفة إذن هناك 11 من حدد المطلوب ثلاثة من أجابوا من وصلوا إلى القمة وهناك 12 متسابق لما يبارحوا المحطة الأولى لماذا يا ترى تفضلوا تفضلوا أجيب عن الأسئلة بسرعة بسرعة قبل أن ننهي هذه المسابقة لم يفعل أي أحد الزلزال من يفعل الزلزال هنتظروا في تفعيل الزلزال إذن 18 متسابق حقق المطلوب 15 وصلوا إلى القمة 11 الآن وصلوا إلى القمة والثمانية حققوا المطلوب أنجزنا إذن تم إنجاز 118 محاولة الإجابات على الأسئلة 122 كما ترون هنا ننتظروا ثلاثة دقاء أقوى المسابقة إذن كما ترون الخاصيات المميزة من السلوكويزيز ألا وهي المحطات وأيضا التمكن درجة التمكن التي المساوية للإجابة عن 80% من الأسئلة لم يفعل أي أحد الزلزل للأسف تفعلت خاصية الزلزل هي خاصية تطفية جمالية أكثر وتنفسية أكثر على هذه المنصة الجميلة 16 وصل إلى القلب لم يتبقى إلا دقيقة واحدة وأنهي المسابقة 17 إذن خاصية الزلزل خاصة أعجبتني كثيرا إذن الآن مضطر لإنهائي المسابقة عن إذنكم سأنقر على خانة الإنهائي عن إذنكم الآن سيتفعل المنص إذن كما ترون المنصة في شكل بالونات و معادن المعدن الذهبي والفذي والبرونزي إلى غير ذلك بعد عملية إنهائي المسابقة كما ترون هنا جدول جدول يمثل يعني درجة تملك كامل القسم من المطلوب إذن درجة التملك تتراوح بين 39 و 59 في المئة إذن من 39 في المئة إلى 59 في المئة هذه هي الواجهة وجهة الجدول التقييمي للمسابقة كما ترون هي واجهة جميلة كما ترون أيضا بالترتيب كما ترون مرتبة من الأول إلى الأخير و عدد الأسئلة التي تم إنجازها وكم من محاولة مثلا الأستاذ علاء أجابت على السبعة أسئلة الأول بطريقة صحيحة ثم أجابت على السؤال رقم ثمانية مرتين ثم السؤالين المتبقيين أجابت عليهم مرة واحدة مثلا هنا أستاذة نويل أجابت على السؤال الرابع بعد أربعة محاولات إلى غير ذلك الآن سأعود إلى الواجهة الرئيسي سأنقر هنا على الجداول التقييمية للمسابقات من هنا تنقرون على الجداول التقييمية للمسابقات وسأنقر على المسابقة التي أنجزناها معا كما ترون هنا أربعون مشارك ونسبة التمكن من مفاهيم المسابقة تسعة وخمسون في المئة عندما ننقر على ثلاثة نقاط على الثلاثة نقاط هنا تعطينا ثلاثة خيارات أما تحميل الجداول التقييمي لهذه المسابقة سأنقر عليه هو جداول في سيغة إكسل سأنقر عليه هنا إذن هذا جدولكم الجدول متعدد الخيارات هناك أيضا الجدول العام هذا يسمى الجدول العام خاص بكامل القسم وهناك أيضا خيارات أخرى هناك خيارات أخرى موجودة من الأسف هذه خيارات كل متسابقة وتحسيله هناك أيضا خيار التوقيت كل سؤال كم التزم كم يعني أخذ المتسابق من وقت لإنجازه إذن كما ترون هذا عند النقر على الخانة الأخيرة يعني الجدول التقييمي العام للمسابقة 46 مشارك الوقت 46 أيضا محاولة و59% يعني درجة تملك المفاهيم هذا بالنسبة للجدول التقييم واصلوا إلى واصلوا التحديث الموالي الآن خانة الرابط المسابقة المباشرة وسأقول لكم لماذا سنختار الآن سأعود مرة أخرى إلى إلى المكتبة ثم إلى مثلاً هذا الدرس هذه المسابقة عفواً أستاذ إلياس ممكن أقاطع حضرتك تفضل من فضلكم أنا أنا نشرت لحضراتكم رابط الحضور فتقدروا حضراتكم يعني تثبتوا حضركم دلوقتي شكراً تفضل أستاذ إلياس واصل إذن أيضاً أستطيع إرسال إرسال واجب منزلي إلى تلاميذي انتلاقاً من الضغط على هذه الخانة أعود لأريكم هذه الخانة مرة أخرى إذن بالنسبة للواجب المنزلي أنقروا على هذه الخانة Assign Homework أنقروا عليها ثم أنجزوا الإعدادات المطلوبة طبعاً وأخيراً أنقروا على Assign يعني إرسال إرسال الواجب المنزلي وأنقروا طبعاً على هذه على هذا الرابط أو أنقروا على هذا الرابط وأضمنه لي وأضمنه هذا الكود طبعاً بالنسبة لمن يملكون منصة تطبيق تلكويزيز على الهوات في الجوال ينقرون على منصة تلكويزيز في الهوات في الجوال ثم يوضفون هذا الكود لإنجاز المطلوب في صورة واجب منزلي هذا بالنسبة للواجب المنزلي نعود الآن أستطيع أيضاً كما قلت من قبل ذلك طبع الواجب أو طبع المسابقة وإعطائها للتلاميذ كما ترون عن طريقة أن نقر على هذه الخانة خانة الطبع أو خانة التسجيل لتسجيل مثلاً العمل يكفي أن أسجلها بسيغة PDF هنا سجل بسيغة PDF ثم أنقر على التسجيل هنا فتصبح لي وثيقة تحتوي المسابقة وبسيغة PDF أطبع وأعطيها إلى تلاميذ لإنجازها هذا خيار آخر لمشاركة التلاميذ الآن سأنقر على المشاركة المباشرة وهناك تحديث جديد كما ترون الطريقة الأولى هي الطريقة الكلاسيكية التي قمنا بإنجازها في الورشة السابقة كما كما إن كنتم تتذكرون وقمنا الآن بالتحديث وكنا بصدد التحديث الثاني على هي مسابقة الصعود نحو القمة وهذا التحديث الثالث وهو استعمال الطريقة الوراقية لإنجاز التمارين سأضغط عليه على هذا الخيار Paper Mode سأضغط عليه إذن الاستعمال هذه الطريقة التي تتمثل في تحديث جديد لمنصة Equisies تشبه كثيرا منصة البلايكيرز يكفي أن في الخطوة الأولى يكفي أن تحمل إذن اللوحات اللوحات التلاميذ خصائص اللوحات كما ترون كل لوحة لها شكل معين وتختلف كل لوحة من تلميذ إلى آخر يعني هناك أكثر من ستين نوع من اللوحات يعني وكل لوحة تختلف عن الأخرى في الشكل الهندسي اللوحة نجد فيها أربع خيارات A B C D طبعا عندما يكون الخيار الصحيح A يضع التلميذ على جبينه بطريقة موازية الخيار B على اللوحة وأنت تقوم بمسح الإجابات عن طريقة تطبيقة الكويزيز تطبيقة المسح للكويزيز وبطريقة آلية 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 تتولد آلية جداول تقييمية آلية موجودة فيها كل تلميذ آلية عدد الإجابات الصحيحة وعدد الإجابات الخاطئة وبطريقة مباشرة انتلاقا من العارض إذن الخطوة الأولى سنضغط على الخطوة رقم واحد المتمثلة في تباعة اللوحات الخطوة الثانية تتمثل في تنصيبي إذن الخطوة الأولى تتمثل في تباعة اللوحات الخطوة الثانية تتمثل في تنصيب التطبيقة إذن تنصيب التطبيقة تطبيقة الكويزيز المسح على الهواتف الجوالة وثالثا بداية عملية المسح هذه الخطوة رقم ثلاثة يعني بداية عملية المسح كما ترون في الفيديو هنا الخطوة الأولى تباعة اللوحات الخطوة الثانية إذن إنجاز التمرين يعني إنجاز التمرين المطلوب والخطوة الثالثة بعد كل إجابة يتم المسح بالهاتف انطلاقا من تطبيقة لكويزيز إذن هنا في هذه الخانة هذه الخانة تمكننا من طبع اللوحات عند النقر هنا سأنقر عليه إذن عند النقر على اتباعة اللوحات سيتفعل لكم وثيقة بسيقة PDF موجودة فيها جميع اللوحات كما ترون الآن موجود أيضا التعريف باللوحة وكيفية استعمالها هنا وهذه هي اللوحات مثلا هذه اللوحة رقم واحد هذه اللوحة رقم ثنين هذه اللوحة رقم ثلاثة إلى غير ذلك مفقومة ما عليكم إلا تباعته من خلالي هذه الوثيقة سأقوم الآن ب تحميلها لتحميلها نضغط على هذا هذه الأيقون ونقوم بتحميلها إذن كما ترون هنا هذه هي اللوحات التي تستعملها التلاميذ بعد ذلك الآن الخانة الموالية عندما تنقر على هذه الخانة تجد إذن إذن الرابط صورة الكيير التي تنقلك مباشرة إلى رابط تحميل تطبيقة الكويزيس التي تمكن من مسحة اللوحات ما عليك إلا أن تنقر على هذه الصورة يعني الكود كيير على هذه الصورة الممثلة الكود كيير أو تبحث عن طريق جوجل بلاي أو البلاي ستور عن هذه التطبيق أسرع طريقة هي المسحة للصورة أرجو أن تكون واضحة هذه العملية أخيرا الآن عملية بداية العمل تنقر على ستارت إذن لتبدأ العمل ولكن بالنسبة لتفعيل هذا الاختبار أولا يجب أن يكون الاختبار لا يقل عن عشرة أسئلة ونوعية الأسئلة هي الاختيار من متعدد لنجاح هذه العملية يعني استعمال الأوراق يعني الأوراق بطريقة مباشرة أرجو أن تكون هذه التحديثات واضحة بالنسبة لمنصة الكويزيز أشكركم الآن جميعا فقط أنهيت جميع يعني التحديثات الخاصة بهذه المنصة أرجو أن تستعملوها ويوفقكم الله في ذلك شكرا لكم ولكم الكلمة أستاذ كل شكر لحضرتك أستاذ إلياس الحقيقة محضرة رائعة زي المرة اللي فاتت بالزبط كل شكر لحضرتك دكتور فوزي أطلب منكم فقط أستاذ أستاذ اتفضل أطلب منكم تفعيل هذا الرابط على الميكروسوفت من فضلكم أرجو تفعيل هذا الرابط فاعلوا لدردشة لأضيف حضرتك هتبعت الرابط على الاتشات بوكس أستاذ إلياس وأرجو تفعيله نعم إذن هو رابط على منصة هذا الرابط الأول الرابط الثاني يوجد به كل روابط على منصات التواصل الاجتماعي من يريد الاستفسار أو أي يعني خدمة فمرحبا وأهلا وسهلا هذا رابط إذن حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي لا تنسوا تفعيل يعني الكود الليرن على الميكروسوفت ليرن من فضلكم هذا ما أردت قوله وأخيرا من تحصل منكم على نسبة ثمانين في المئة في مسابقة أسرار الكويزيز سأرسل إليه شهادة خاصة بخلاف يعني الفورم بخلاف يعني شهادة فريق الاحتياجات التدريبية شكرا لكم لكم الكريمة شكرا جزيلا أستاذ إلياس على المحاضرة الرائعة هذه جزاك الله كل خير دكتور فوزي طيب هل هننهي اللقاء دكتور فوزي وأستاذ إلياس بمسابقة زي المرة اللي فاتت أستاذ إلياس هل حضرتك محضر مسبقة زي المرة اللي فاتت شيق لحظة فقط أستاذ سأعود نصف دقيق منتظر حضرتك تفضل لأستاذ ترجمة نانسي قنقر إذا نعطو إليكم من جديد تفضلوا طيب أهلا بحضرتك وأستاذ إلياس طيب هل حضرتك مجهز أسئلة زي المرة اللي فاتت ولا نحب ناخد الأسئلة على طول لو في أسئلة لحضرتك بما أني سأرسل إليهم شهائد من تحصل على ثمانون في المئة من الأسئلة الصحيحة فهل هناك إذن أسئلة فقط تمام تمام كل الشكر لأستاذ إلياس وكل الشكر لحضرتكم المتوجدين معنا النهاردة إذا في أي أسئلة حضرتكم تقدروا ترفعوا إيدينا وإن شاء الله بأمر الله ناخد الأسئلة بالترتيب إذا في أي أسئلة لأستاذ إلياس أستاذ حقيقة أعتذر هناك هناك جزئية ناقصة ألا وهي يعني كيفية التحصل على الشهائد من منصة الكويزيز لم أتطرق إليها في ثلاثة دقائق في ثلاثة دقائق فقط اتفضل أستاذ إلياس مع حضرتك كل الوقت يا فندم اتفضل مشكورا استسمحكم إذن سأضع لكم رابط مغير مغير اللعبة المعتمدة من كويزيز أرجو تفعيل أرجو تفعيل الدردشة فقط أرجو تفعيل الدردشة الدردشة حيلا حيلا السلام عليكم عليكم السلام لحظة فقط حاضر إذن هذا رابط مغير اللعبة نستمع جيدا عندما ننقر على هذا الرابط نذهب مباشرة إلى شهادة مغير اللعبة هذه هذه الشهادة فيها حوالي 78 شريحة وأسئلة إذا أجبت على 80% من الأسئلة صحيحة يرسلون إليك عبر الإيميل شعار وشهادة مغير اللعبة وتصبح موجودة هنا في حسابك الخاص سأنقر على حسابي الخاص ستصبح موجودة هنا أي أنك مغير لعبة معتمد من طرف الكويزيز لمن لم يشارك في هذا في هذا الدرس لا توجد له لا يوجد هذا الشعار هنا كل من يتحصل عليه 80% من الأسئلة صحيحة يسند له شعارة وشهادة ويصبح ويصبح إذا حسابه موجود يصبح هكذا بهذه الطريقة يعني يضيف يضيفون إليه هذه الشعارة هذا بالنسبة لمغير اللعبة المعتمد هناك أيضا مسارات تدريس ماذا يعني مسارات تدريس هما ستة مسارات سهلة للغاية ستة مسارات سهلة يكفي أن تستعرض إذن بالمسار بالمسار وتتحصل عليهم سأضمنهم الآن أيضا في التشار هذا رابط المسارات الست هذا رابط المسارات الست عندما تنقر إليه تجد ستة يعني مسارات تنقر بالمسار بالمسار يعني وتجيب عن الأسئلة هي أسئلة سهلة وتتحصل على شارة على ستة إذن عندما تستكمل الستة مسارات تتحصل على ستة شارات وأخيرا التحديث الجديد بالنسبة للدروس هو مغير لعبة باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي هذه هذا الدرس يتكون من ثمانية وسبعون شريحة ويجب عليك أيضا أن تجيب على ثمانون في المئة من الأسئلة الصحيحة ولكنها أيضا سهلة للغاية سأضمن الآن في تشات إذن في الأخير أخيرا رابط سأبحث عنه رابط المسارات رابط مغير لعبة كويزيز باعتماد الذكاء الاصطناعي بعد ذلك اختبار مغير اللعبة وأخيرا رابط المسارات الستة لدروس كويزيز حظا سعيدا لكم جميع بارك الله فيكم وشكرا على حسن الاستماع إن كان هناك أسئلة فمرحبا أهلا وسهلا تفضل تمام كل الشكر لحضرتك أستاذ إلياس ودلوقتي بس أزم حضرتكم إذا ليكم أي أسئلة لأستاذنا تقدروا ترفعوا أقديكم طيب إلى الآن ما شاء الله ما فيش أي حد ليه استفسارات أستاذ إلياس تاني بعيدة على حضرتكم هل في أي أسئلة معينا الأستاذ أحمد محمود هفعل المايك لحضرتك حيلا اتفضل أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ إلياس جزاكم الله خيرا وجزاكم جميعا كل خير على المحاضر الرئيعة دي ما شاء الله أفادكم الله دائما يا رب كنت معلش يا أستاذ إلياس رب العزة أبارك فيك كنت عايز أشوف برضو الورقة اللي بتحنين ليها ذاتي